اشتركوا في القناة فالوقت الذي توقفت حركة الملاحة الجوية لبعض الوقت بسبب كثافة الغبار بالإضافة إلى تأثر حركة السوق بشكل واضح تعثير كثير تعثير كثير لأنه ناس قاعدين بالبيض الغبار كثير يعني ما يجون بالسوق يعني السوق كله مفتوح مو جام ترتيبات ويشي عنده ربط مرّض انشلت الحركة يعني هذا بها حكمة بس احنا ما نعرف حكمة حكمة الهي طبعا بس يؤثر على هذا ينأكل ناس عنده المرز الخاص اللي أدهم شاسم الربو ربو يؤثر عليهم سمعتك وناس مثلا ايه طبعا ايه والله سمعتنا حتى بالإزاعة بالشاسم بالراديو أنا سمعتني يعني متوفي ايه متوفي بس لازم احنا نطلب على اللي أدهم من هذا المرز المربو اليوم يعني له ما يطلع أحسن أهلهم المسؤولون في صحة أربيل قدموا نصائحا للمواطنين لدرء المشاكل الصحية الناجمة من الموجة تضمنت في أغلبها التقيد بإجراءات السلام الضرورية ومنها التزام المنازل وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية ولا سيما للأشخاص المسنين والمصابين بأمراض الربو والجهاز التنفسي في الوقت الذي أكدت جهات مختصة بشؤون البيئة إمكانية عودة الموجة خلال الأيام المقبلة لاحظنا خلال الأيام الماضية كيف ضربت أربيل ومحافظات كورتستانية أخرى عاصفة ترابية شديدة نعمة هذه من خفايا الطبيعة والمناخ السائد العاصفة قادمة من مدن ووسط العراق وهناك توقعات بوصول عاصفة أخرى من جهة الشرق خلال الأيام المقبلة وتندرج هذه العاصفة الترابية ضمن المناخ المتطرف بحسب مختصين وخبراء والذي يعود غالبا لتغيرات في الأنماط وظواهر المناخية المعتادة التي لا يمكن تنابؤ بحدوثها وغالبا ما تنعكس سلبا على الإنسان وعلى البيئة بشكل عام الزائر الأصفر يغذو مدن إقليم كردستان كأحد المتغيرات المناخية التي تحدث في عالم اليوم يوسف المندلاوي زاقروز الفضائية أربي ترجمة نانسي قنقر